النهاردة وصلنا لمرحلة الخوف انا اخترت الموضوع ده لان كتير ناس بتبعثلي عالصفحة وعالواتساب بيستشوروني في موضوع الخوف حد خايف من بكرة حد خايف من المستقبل يعني حد خايف من الموت بيفكر في فكرة الموت عظيم جدا ان احنا نفكر في فكرة الموت بس مش اكتر من اللازم لدرجة ان يضيع عليها الحياة الدنيا والاخرى طيب حد بيفكر في ضياع الرزق حد بيفكر في ضياع العلاقات انا عملت الموضوع ده كله شامل كامل وبإذن الله احاول ان شاء الله اكون وافي على قد مقدر علشان دايما اللي بيحكمني مكلبشني وقت الحلقة فخلينا نتكلم علشان ما ضيعش وقت خلينا نشوف ايه اصلا هو الخوف وازاي يتعامل معاه وايه انواعه وايه افضل طريقة تعملها معاه من غير موجع قلبي ومن غير ما اهلك نفسي ومن غير ما يعني اتقلم طيب تعالوا نشوف الخوف الخوف هو شعور يداهم الانسان يا اما الانسان يوجهه فيحوله الى صلحه كوقاية وحراسة لذاته من او يعني يتعامل معاه بشكل سلبي فالخوف ده هيزيده تعب تاني فاحنا النهاردة عايزين نتعامل مع الخوف ان انا شغاله عندي يعني ايه شغاله عندي الخوف جاي عامل ليه كده السهم بتاعه ضدي فانا امواخده وايه بالمرونة الفكرية وبالطريقة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة اموحطه تحت باطي وامواخده اخليه في نفس اتجاه يعني يمشي معايا مش يمشي ضدي ما تعبنيش بالعكس انا اوظفه عندي علشان خاطر يساعدني في الدنيا وفي الاخرى يساعدني مع الناس ومع الاحداث ومع المواقف ومع امور الحياة ازاي اوظف الخوف هنشوف طيب اول حاجة بعض النتائج السلبية اللي بتيجي من الخوف بتيجي بسبب ان احنا مكبرين مقياس الرسم بتاعه خوف قد كده ابو الصلاقي انا نفسي من كتر مقلبي عمالي يدق اثر على الجوارح وعلى جسمي بقى الصورة عندي قد كده وهو اصلا الابحاث قالت ان الخوف ده عبارة عن بالنسبة كبيرة جدا اوهام الاوهام بتاعته دي بتبقى غالبا ما بتبقى بنسبة 90% والعشرة في المية بس هما اللي بتحققوا طيب ازاي لو لو اتحقق اكتر من عشرة في المية يبقى انا السبب يبقى انا اديت له اقوى من قدرته وديت له اكبر من حجمه واقعدت تحسب حساب للخوف وسبت طريق حياتي وانشغلت عنه فهنشوف ازاي نتعامل معه الخوف محله القلب طيب وبيأثر على الجوارح زي ما احنا قلنا وفي نفس الوقت بياخد مني الطاقة السلبية طيب لو انا جيت اتعامل مع الخوف هتعامل معه ازاي اشوف ايه اللي بينفع مع الخوف علشان خاطر ما ياخدشي القوة اللي جواي عايزين نبني صور وقاية بيني وبين الخوف وفي نفس الوقت ما خلهوش مدخلش في وهم السيطرة اللي انا توهم وهو يقوم يخيم علي ويسيطر علي طيب الخوف محتاج كمان اعرف هو بيجي منين وانواعه مفهوم الخوف وعلاقتنا بيه وازاي نتعامل معه بالشكل الايجابي اللي يعود علينا بالمنفعة واحوله من انه يأثر علي سلبيا الى انه هو موظف عندي زي ما قلنا طيب الخوف اتعامل معه انه هو اخليه وليه الحماية الخوف لو انا جيت اتعامل معه اتعامل معه في مواضع معينة اتعامل ان انا خاف من ربنا اذا ده هيوصلني للاخرى بنتيجة كويسة اتعامل معاه طول ما انا بخاف من ربنا اذا مش هعمل الغلط يبقى مش هخاف من ابن ادم نهائي مش هخاف من اي انسان ولا اي حد الخوف لازم انا اوظفه بالشكل الصح الخوف اتخلق علشان انت تحطمه مش عشان هو يحطمك الخوف يزيدك قوة وثقة بنفسك ويخليك وياخدك كمان لمسيرة الحياة باقدام وعزيمة وهتكبر وهتزداد خبرة من خلال الخوف وصلابة اتطمن لو جينا نتكلم عن اهم مصادر الخوف ايه هم اهم مصادر الخوف في الحياة الخوف ليه مصادر اول حاجة منهم ان الخوف انا ببالغ جدا في وقوع الحدف ممكن حاجة تحصل مش هقولك لا مش هقولك مش وارد لا وارد ان اي حدث يحصل قدامي من جراء فعل معين انا قمت به لكن ما بلغش في اموره وما ادلوش الصورة زي ما قلنا من شوية هناخد مثلا هناخد مثال مثلا انا دلوقتي طالب ورايح اخد النتيجة بتاعتي انا خلاص خلصت امتحاناتي وتمام التمام وروح تاخد النتيجة بتاعتي وانا رايح اخد النتيجة عمال افكر انا هسقط طب انا هجيب خمس ست ملاحق ولا هعمل ايه لانا كده هسقط خالص طب انا هعمل ايه وعمال افكر افكر طول ما انا مش في الطريق طب تعالوا نفسصها حاجة حاجة لو انا دلوقتي بفكر طول ما انا مش في الطريق تخيلوا قوتي هتبقى عاملة ازاي قوتي كلها تتهد ونفسيتي تعبت ده أنا حتى لو رحت ولاقيت النتيجة ناجح مش هستمتع بالنجاح اللي أنا عملته ولا بالتعب اللي أنا ذكرته دي النتيجة بتاعت التعب صح ولا أنا غلطان مش هستمتع بيها إذن الخوف بياخد مننا حتى الحاجة الحلوة وحتى الفرح وحتى السعادة طيب المفروض ده نعمل ايه هتقول لي مفيش احتمالية للسقوط هقولك لأ فيه حاجة بس عايزين نحسبها مع بعض واحدة واحدة أنا دلوقتي طول عمري ما سقتش ولا حتى جبت ملحق إزاي عمل أحط في بالي هاجس إن أنا هروح هجيب خمس ملاحق أو حاجة أو هسقط أو حاجة زي كده وأنا عمري ما سقت ولا جبت ملاحق وأنا كنت مذاكر كويس فما فيش داعي إن أنا أكبر الأمور أنا رحت أعمل تحليل وراح أجيب نتيجة التحليل أفكر بقى وأنا لسه مثلا شاب عندي عشرين سنة خمسة وعشرين سنة أعد أقول طيب أنا ممكن عندي يطلع ضغط ولا كروسترول ولا حاجة أولا الأمراض دي كلها بتيجي في مراحل متقدمة بالنسبة كبيرة مش بقول لا خالص بالنسبة كبيرة ثانيا هي بتيجي غالبا موضوع السكر والحاجات دي بتيجي بتبقى عامل وراثي أنت مش عندك العامل الوراثي ليه بتبوص حياتك وليه بتقلم نفسك الدنيا ما تسواش سبها للواقع وليس للتوقع السلبي الدنيا هتصبط معك قوي أنا رحت دلوقتي للبنك وخايف على فلوسي قوي فروحت أسحب فلوس من البنك اديني شنطة كده وامت وانا طالع من البنك خايف بقى مشي بالشنطة عادي كده إزاي فلوس بقى وتعبان فيها وبتاعتي وخايف على الفلوس أكتر من لازم وامت حطتها كده على قلبي وامت عامل فيها كده هوا ماسكها وانا ماشي وبترب بص بص يمين وبص شمال ومش عارف يو خايف على الفلوس أكتر من لازم إيه اللي بيحصل بتعرف إن دي بمثابة إشارة للناس الحرمية زي ما بنقول أو للصوص مسك الفلوس هو إشارة للصوص فما تمسكش الفلوس أكتر من لازم بالشكل ده لأن كده انت بتدي إشارة للصوص إن هما ياخدوا المال منك إذن انت من كتر ما حرست عليه وخايف راح منك فهي دي المشكلة فطيب تعالوا نشوف مصدر تاني للخوف خلينا ناخد مصدر هناخد حاجات بسيطة بس عشان الوقت في حاجة اسمها عدم الأخذ في الحسبان للسلامة وحفظ الله يعني المفروض أنا قبل كده وقعت في مسألة وربنا نجاني منها أنا خلاص نسيت النجاة وقاعد أفكر بس إيه اللي ممكن يحصل معايا وبهلع نفسي بالشكل ده يعني بنروح على نفسنا شوية وعلى قلبنا شوية هنيجي ناخد حاجة تاني التشاؤم التشاؤم بيعمل يتخيلوا بيحفز الشيطان إنه هو يسيطر عليك لقى باب مفتوح بقى وهو بن لازين أعمل أعد لنا لأي حاجة فأول ما لقى الباب مفتوح راح يشتغل عليه هو بيدور على الفرص إذا كان هو مكتهد تخيل بقى ما لقى فرصة بقى كده هيشتغل عليها جامد فهو التشاؤم هيحفز الشيطان على سيطرته عليك طيب ما تسمحش للشيطان إنه هو يخش ويتخلل بين علاقتك بربنا ما تسمحش للشيطان إنه هو حتى يتسلل بين النسيج التكوني بعلاقتك بربنا ما تدلوش المساحة دي أبدا دايما نقفل الباب بيجي بيقولك إيه الشيطان بيقولك قبل كده أنت مريت بأزمة وربنا سابك موقفش معاك طيب هي أصلا حاشا لله ربنا ما بيسيبش إنسان أبدا ربنا كان معرضك لامتحان وإنت نجحت فيه وربنا نجاك وحفظك ودليل على كده أن أنت قاعد دلوقتي قدامنا هو حين ترزق وبتسمع فيعني سبها لله والأمور كويسة طيب لو جينا نقول أنواع برضو الخوف هناخد كمان نوع هناخد كمان نوع الخوف من زوال النعمة ده بقى شيء مهم جدا والناس دايما في الموضوع ده الخوف من زوال النعمة بيعمل إيه الناس خايفة من زوال النعمة خايفة من زوال الفلوس خايفة من زوال الصحة خايفة من زوال حاجات دي كتير متنوعة فربنا ذكر لنا في حدود 95 موضع أو 93 موضع في القرآن دايماً بيطمننا الرزق دايماً ربنا بيطمننا في المواضع دي كلها والشيطان مرة واحدة بس قال الشيطان يعظكم الفقر وأمركم بالفحشاء نسينا الحاجة وتسعين تلاتة وتسعين موضع أو خمسة وتسعين موضع ومسكنا في الواحدة دي بس الكذاب قال لها لنا قال الشيطان يعظكم الفقر الشيطان بيكذب علينا الكذاب الشيطان ده كذب علينا مرة صدقناه للأسف فطبعا اتطمن ربنا أكتر من 92 موضع أو من 92 إلى 95 موضع قال لنا الرزق اتطمنه طيب الشيطان يعودكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم شفتوا قد إيه ربنا الرحيم بيقولك اتطمن ما تقلقش رزقك موجود ما فيش نفس بترحل وهي ليها شربة مية أو أكل أو أي حاجة أي رزق اتطمن هنيجي ناخد كمان أو خلينا نشوف إيه الحل يعني الحل هي الآية دي طيب الإنسان يرى سعدته في النعمة اللي هو فيها حاليا طيب صيانة النعمة والحفاظ عليها بالشكر تدوم النعم وهنا ربنا قال وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم وهو دا الحل بالشكر تدوم النعم وبإماننا بربنا طيب هنيجي ناخد كمان حاجة للخوف من المستقبل الخوف من المستقبل بسبب الماضي أنا عندي مشكلة في الماضي استوردتها من الماضي وجيت حطتها في الحاضر وأنت مصدرها من الحاضر للمستقبل بتفضل ماشي معايا معايا طول رحلة حياتي طب هي خلصت وانتهت إيه هنا بقى الحل الحل حاجة واحدة بس الماضي مدرسة أخذ منه عبرة أو أستفيد بسابق الخبرة أكتر من كده لأ هو دا الحل وريح قلبك وطمن وربنا يطمن قلوبكم هنيجي لكمان سبب الخوف من الموت شوف ربنا بقى ألفيها في ناس بتخاف من الموت في ناس عندها هاجز الموت في ناس محتاجة بيجي لها هاجز كده ممكن ينام يجي له كبوس بتاع الموت دا ويشوف الموت قدامه ما فيش حاجة فيش حد هيموت أبدا دون لو فضله ثانية ودي من عنده ربنا مش بييد أي مخلوق برضه هقولك أرجع أقولك اتطمن طيب في ناس بتخاف من ما بعد الموت ما بعد الموت هنا ربنا قال فيها يعني أو بكل اختصار أنا إيه اللي مخوفني من بعد الموت لو أنا عاملي صالح هعمل صالح والدين المعاملة هشوف أنا بتعامل مع الناس إزاي ما اختصبش أمور الناس وكلمة ما اختصبش يعني ما اختصبش أموالهم ما اختصبش سيرتهم آمن تم بتاخد غيبة بتاعت حد اختصاب غيبة أو سمعة ما اختصبش أمورهم ما اختصبش حققهم الاختصاب مش جاي بس في الفكرة المعلبة اللي كلنا دلوقتي جات في بالنا أو جات في بال البعض لا الاختصاب أن أنت غصبا عن حد تاخد حق بتاعه هو وهو مش من حقك فهنا ربنا قال فيها إيه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزولة خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولها طيب دي في صورة الكهف فالطمن طول ما فيه صالح بيت عمل يعني اطمن وعايز أقولك على حاجة لو ما فيش نبدأ من دلوقتي لو عندنا توبة نتوبها من دلوقتي لو عندنا قرار ناخده من دلوقتي ومن الساعة دي أو من لحظة دي أو من مكان اللي احنا مجتمعين فيه لو كانت بشكل غير مباشر ناخد قرار إن احنا من دلوقتي نعمل صالح مش هخاف من الموت هخاف ليه ربنا رحيم وأنا مش هخاف من لقاءه لأن ربنا مش بس على قد عملي الصالح هيكرمني بعفو وبغفرانه وبحلمه وبجوده وبكرمه اطمن هنيجي كمان لحاجة مهمة جدا فيه ناس بتخاف ما بعد الموت بقى مش عن نفسها علشان أولادها زوجته أولاده أخواته والدته أنا هنا بقوله اطمن بمعنى هديك يعني السبب القطعي أو الدليل القطعي أو البرهان اللي كان الشمس في رابعة النهار في صورة الكهف كان سيدنا الخضر وسيدنا موسى فالنبي موسى شاف الخضر بيبني جدار قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا فما له هذا فرقه بيني وبينك سأنباك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرة أما السفينة فكانت المساكين وبعدين الغلام ورجع بقله وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا هنا بقى الكلام وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرة يعني إيه يا ربي أكتر من كرمك ده مفيش كده مفيش بعد كده بجد مفيش بعد كده إحنا النهاردة بجد عايزين نستحضر عظمة ربنا وآيات ربنا اللي خايف يسيبوا أولاد أهو كنز ربنا بعت واحد علشان يبنيه علشان لما يكبروا يطلع الكنز وبيحفظ لهم مالهم علشان ما يعيشوش في عناء الطمن طيب لو كمان جينا ناخد سبب كمان خوف الاستغناء أحيانا حد خاطب ومكان بنت أو ولد شاب أو شاب أو متجوز أو في شغل أو صداقة لو حد سابك ما تقلقش خالص ربنا هيعوضك بالأحسن منه بس على شرط إن انت تكون مخلص ووافي طول ما انت مخلص ووافي وما عملتش حاجة غلط ما عتدتش ما تخطتش ما تعدتش حدودك طول ما انت انسان كويس لو حد سابك صديق شريك في الشغل زوجة أي حاجة اعرف إن ربنا أثل عليك الباب ده عشان يفتح لك باب تاني كويس ممهد كويس لك انت خصوصا في الفترة الجاية ما ترهقش قلبك ولا تفضل تتحاي ولا تفضل تزعل ولا تفضل أسف على الماضي سيبك من أي حاجة وريح قلبك ربنا هيكرمك الخوف من الفشل تعالوا نشوف ايه قصة الفشل ده الخوف من الفشل بعض الناس خايف إن هو خايف من الفشل وهو من فشل في فشل بمعنى أنا دلوقتي خلينا نقول بيشتغل أي مجال أو خلينا نقول في راجل دلوقتي دكتور جامعة ما بيحبش يختلط بدكاترة الجامعة في مؤتمر مش بيروحوا مش عايز يروح ييقعد معاهم ليه هم دايما في تطور بيشغلوا التكنولوجي بيستخدموه في شغلهم وفي إصال المعلومة للطلبة بتوع الجامعات الجامعة أو الكليات فيه نجار بيطور من نفسه فئة كبيرة جدا بيطور من نفسه فيه واحد مش بيطور في نفسه طيب خلينا نقول فيه مهندس أو خلينا نقول ميكانيكي دلوقتي أكتر ميكانيكية عندهم إيه الجهاز اللي هو بتاع كشف الأعطال فهو مش عايز يروح يقعد مع الميكانيكية على الكافية على القهوة زي ما يكون في المكان اللي يناسبهم المهم ليه مش بيروح يقعد معاهم علشان ما يكتشفش نفسه ان هو متأخر ولسه وراء وهم بيتقدموا لسه قدام فمش قادر يواجه التطور فمن خوف ان هو يحس فاشل بينهم هو فشل قاعد لوحده كده فالناس من خوف الفشل في فشل لا روح واقعد معاهم وواكب وطور من نفسك واعمل نزل من عن نت الابديت الجديد ونزل التطور الجديد وما تخليش حدا أبدا في الدنيا يكون أفضل منك إلا لو اشتغل أحسن منك دايما واكب وطور أمور حياتك طيب لو جينا كمان ناخد مثل كمان أو خلينا نقول يعني دايما دايما الخوف الآخر بيوصلنا لأسوأ النتائج الخوف بيوصلنا لأسوأ النتائج لو جينا ناخد مثل توضيحي الناس دايما من خوف المرض العضوي في مرض نفسي أنا دلوقتي الآن من كورونا حبست نفسي في البيت ما بروحش اشتغل مش عارف إيه تعبت نفسيا خايف وبتربصه وحتى لما أخرج خايف جدا من خوف المرض العضوي أنا في مرض نفسي سبب لي مرض نفسي الخوف من الموت بيخليك بالوهم تموت ألف مرة بعد الشرع الناس كلها بس مش عايز أسيبه إنه هو يسيطر علي من خوف الظل أنا في ذل طب وليه من خوف الفقر أنا فيه فقر طب وليه أستسلم ليه من خوف الفقر أنا فيه فقر معلوماتي زي ما قلنا يعني ممكن يكون أنا معاه فلوس وخايف إن أنا في تقر فماسكي على الفلوس كده ومش بشرف على نفسي في معلومات في دورة في كورس في مش عارف إيه ممكن أطور من نفسي كتير صح ولا لأ أنا خايف على الفلوس طيب لو أنا النهاردة كمان عايز أقول خوف المواجهة الخوف من المواجهة يؤدي إلى تحمل ضغوط نفسية كبيرة جدا فمجرد المواجهة أشيلها من بالي وأقدم إن أنا أواجه يعني أشيل خوفها من بالي بس الأمور سهلة إيه اللي هيحصل هموت مش هموت ما ذكر الموت في واسع إلا ضيقه وما ذكر في ضيق إلا وسعه دايما لما الدنيا تقفل عليك أوه 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 كده تخيل الموت لقدر الله إن شاء الله مش يعني مش دي نتيجة ما أصدتش أقولها والله بس تخيل الموت أنا هيحصل لإيه لما أروح أبل فلوس هموت مش هموت خلاص فده بيقولك لأ ده أهوى من الموت يلا روح تمام فالأمور بتفرق كتير جدا أهم حاجة القوة بتاعت قلبنا علشان ما استسلمش للألم اللي أنا هجيبه لنفسي بجد طيب اجعل عينك تطل على الآخرة واتقى الله في كل حاجة في كل حياتك مش هتلاقي أي خوف في الدنيا خالص طب تعالوا بقى نشوف طريقة المواجهة اللي هي أهم حاجة طريقة المواجهة هي الخوف العلماء طريقة مواجهة الخوف العلماء عملوها قالك لما إنسان بيتعرض لخوف بيتعرض إلى خمس أربع ردود فعل أربع ردود فعل العلماء قالوا كده قالوا ثلاثة منهم سلبيين بالنسبة تسعين في المية إلى حالات ضئيلة جدا وواحد منهم هو اللي بنتعامل بيه بإيجابية أنا كمحمد حافظ اكتشفت طريقة جديدة استنباطا من القرآن والطريقة اللي تكلموا عليها العلماء أنا طورتها وزودتها وعملت فيها للمواجهة يعني أيكونة وسمتها الشجاعة المتنوعة هنتكلم فيها دلوقتي وهنعرف أول طريقة هي اللي قالوا عليها العلماء يعني الهجوم والخناقة أنا دلوقتي حد بيكلمني بيقول لي حد زميلي بيقول لي صاحب الشغل بكرة استحلف لك وقال لك لما يشوفك هيمشي قمت أنا عاملي بقى أو روحت بقى تاني يوم لصاحب الشغل كلمته أو حتى كلمته في التليفون وتخانقت معا أنت إزاي تماشيين طب في حاجة اسمها ما أصبر وأسأله هو ليه بروح أخذ معلومة من غيره أنا خليني أسأله الأول وتفهم معايا صح؟ طيب لو أنا عملت كده إيه اللي بيتم؟ بيأفر علي بنتي جسلبي أدي أول حاجة اللي هي بتاع الهجوم أو أن أنا تخانق أو الشجار ده طيب الشيء التاني أن أنا أستسلم أو أعجز لو أنا النهاردة فيه واحد صاحبي وعمال يعمل حاجة كل شوية بدأني وأنا مش عايز أقول له أنا مستسلم 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 هيعمل إيه؟ هيعرضني إلى قنبلة موقوتة ممكن في مرة يكون ليه رد فعل سلبي جدا الطريقة كمان الهروب حد للإنسان اللي اتصل بيه ده وقال لي صاحب الشغل هي ماشيك ومتاني عامل إيه؟ تاني يوم ما رحتش للشغل وهو محتاجني وممكن يكون أصلا خبر كاذب يعني أو يعني أي إن كان مهم الخبر مش مصبوط فأنا عملت إيه ما رحتش تاني يوم أم صاحب الشغل فعلا ممكن يماشيني أو ممكن يجزيني أو ممكن يخصومني اليوم بيومين فبرضو بيأثر بالنتيجة سلبي تعالوا بقى نشوف الأمر الرابع اللي قالته العلماء هو المواجهة وأنا طورته عملته أيكونة كده ينبثق منها عدة طرق إن احنا نقدر نحل أمورنا بيها أو الطريقة الاستراتيجية اللي احنا نتصرف فيها قال لك المواجهة المواجهة أنا بقول المواجهة دي نحط فيها النقاش والتفاهم واقترحات الحلول وزي مالية حق علي واجبات لازم أتفهم ده كويس وأنا بحل الأمور وأنا بواجه أي إنسان طيب وكمان الموضوع ده بيجي لي منين بقى بيجي لي من خبرة بالتجربة أو المحاولة أنا قبل كده كان في موضوع بيني وبين حد وروح تحليته إن أنا واجهته بس إيه إن أنا عندي تجربة قبل كده ففي الجديد لا هروح وواجه وتكلم وتناقش فالخبرة بتاعت قبل كده نفعتني النهاردة طب تخيلوا أنا لو مرحتش واجه هبقى قاعد وخايف ولو حصل معي الموقف ده تاني أصلا مش هروح لأن أنا مرحتش المرة دي طيب لو حصل معي وأنا رحته يا إما يأتيني بنتيجة مرجوة كويسة يا إما بالنتيجة غير كويسة طب لو كويسة يبقى أنا خلاص يبقى أنا كده جبت النتيجة كويسة لو النتيجة غير مرجوة يبقى أنا يكفيني شرف التجربة طيب خلينا نشوف اللي بعده الخبرة بالملاحظة أنا شوفت أحد وقف وواجه وقلت على إيه ده مش جيع وكويس وتمام التمام بتديت إن أنا أعمل زيه فبشوف النتيجة دايما النكحة ومشي وراها ما خدش النتيجة السلبية طيب والكلام ده على فكرة بيجسده لنا لتليفونات تيجي تكلم واحد ما يردش عليك طب ما ترد وتواجه هو اللي هيكلمك ده مش هياخد روحك رد وقوله اديل أنا لغيته عشان حصل كذا 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 بعتذرلك وممكن عوضك أو كذا أو كذا لا حدش ياخد حياة حد يعني طيب المهم جدا إنك تتحكم في رد الفعل وسلوكياتك أثناء المواجهة علشان تثمر بنتيجة مرجوة إيجابية هناخد مثل نبوي هنشوف النبي إبراهيم عليه السلام هل هو هرب من القوم لا هل هو كان واقف سلبي مسك الأصنام قاعدة كسارها أم حاطة الفس في واحد منهم جم سألوه قالوا اسألوا كبيرهم هو اللي عملها إن كانوا ينطقون يعني إيه اللي انتو بتعبدوه ده لو كان بيغنوا عنكم حاجة ولا حتى قادرين يدفعوا عن نفسهم بالكلام حتى خلاص شوفوا فالمهم وجههم إلى درجة إنهم أخدوه حطوه في النار فإنت علاقتك هنا نستنبط إيه من الموضوع علاقتك بربنا هو السيف اللي انت بتمشي بيه في حياتك بينك وبين ربنا ده في قلبك مش السيف إن احنا نحارب طبعا ماشي ده الوقاية اللي ربنا بيدهلك وحفظه وحمايته في الحياة طيب عمل إيه ربنا هنا من كتر ما هو مقامل بربنا ويقينا وعنده ظن خير ولابس قبعة حسن الظن ربنا قال له إيه ربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فهو ده النتيجة طيب لو جينا ناخد مثل تاني برضو مثل نبوي سيدنا يونس لما دخل في بطن الحوت تخيلوا الهلع اللي هو شاف فك الحوت كده وهو دخل في قلبه تخيلوا تشاف الظلم اللي جوه الظلام قوة سيدنا يونس ومواجهته كانت بإيه المواجهات على فكرة متعددة ومتشعبة كتير جدا ومتنحلة كتير جدا ومتنوعة قوةه كانت التسبيح فهو لما سبح ربنا أمر أنه هو يعني ما يصابش بأي سوء هنجي للطريقة الخامسة هناخد أول سبب وهو الكاتالوج بتاعنا كاتالوج بتاع ربنا اللي أنزلوا على صدر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام ربنا هنقال فيها إيه وهو الصبر ده بقى اللي نستنبطه من القرآن قال إيه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ اللي هو موضوع حلقتنا ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصُنْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِرُ الصَّابِرِينَ هنا الاستنباط وَبَشِرُ الصَّابِرِينَ يعني إيه بَشِرُ الصَّابِرِينَ مفيش حد بيتبشر بحاجة وحشة اللي بيتبشر دايما البشرة بتتقال على الحاجة الحلوة على الخبر السعيد على الخبر الإيجابي ماينفعش يكون عندي خبر سعيد وأنا جوايا خوف لأن السعادة مجرد ما بتيجي بتضرد الخوف وبتخليك مبسوط جدا إذن ربنا هنا بشرك قالك وبشر الصَّابِرِينَ اتطمّن هو دا الاستنباط بتاع القرآن طيب كمان في حاجة عايز أقولها تاني حاجة هناخد بالأليات السببية إيه هي الأليات السببية وهو الهروب إلى الأمام يعني إيه الكلام دا هناخد بالأليات السببية والهروب إلى الأمام وهو وهز إليك بجذع النخلة تصاقط عليك رطبا جنية طب هي مريم عليها السلام تعبانة ولسه والدة ونفساء ومش قادرة هتقدر تهز جذع النخلة وروح جاب لي عشر رجالة دلوقتي فتو عتو ولا يقدروا يهزوا جذع النخلة عشر رجالة فتو عتو ما يقدرواش يهزوا جذع نخلة قوي جدا طب ليه كده ليه مجرد ما مريم تعمل كده نزلها رطب ربنا أمرنا بالسبب دايما السبب يا جماعة ناخد بالأسباب ربنا جعلها سنة في الحياة والدهالنا السبب مهم جدا اسعى وحط رجلك على طريقها توصل شيل الخوف من جواك مش هتلاقي خوف جواك طيب هنا كمان الهروب إلى الأمام وهو الهروب إلى الأمام ويمثل الشجاعة المتنوعة اللي هو ده اللي أنا بقول لكم عليه الاستنباط اللي أنا طلعته والطريقة اللي أنا طورتها الشجاعة المتنوعة ايه هو الشجاعة المتنوعة؟ أول مرة نسمع عنها الشجاعة المتنوعة دي الشجاعة المتنوعة هي وجود عند جميع الشرائح الشجاعة المتنوعة موجودة عند جميع الشرائح عند الطفل الصغير وعند الرجل الكبير وعند الشيخ الكبير وعند الست وعند الرجل وعند البنت وعند كل الناس الشجاعة المتنوعة ليه لأنها متنوعة؟ شجاعة الولد غير شجاعة الرجل غير شجاعة الست طيب تعالوا نشوف هي أيكونة الشجاعة المتنوعة هي أيكونة ينبثق منها عدة شجاعات أول حاجة منها شجاعة عقلية وتتمثل في الفكر دورها الفكر أو الآلية بتاعتها الفكر طيب الشجاعة الأخلاقية دورها الأدب الشجاعة الجسدية دورها القوة المتنوعة مصحوبة بحكمة أهم حاجة أي قوة في الدنيا بحكمة مش حتى تتعضل زي ما قلنا قبل كده حكمة 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 طيب مثال أول حاجة الشجاعة العقلية وهي تقبل النقاش اللي قدامك وتقبل الرأي والرأي الآخر بتفاهم وكمان أعرض وجهة نظرك وانت بتواجه وكمان ناقش ومتتخنقش كمان وضح وجهة نظرك بكل سهولة وبكل يسر كمان أعرف ان انت زي ما ليك حقوق عليك واجبات طيب كمان شجاعة الأخلاق لو جينا ناخد مثل أخلاقي وجسد لنا الموقف ده خلينا ناخد مثل نابوي طيب جسد لنا المثل ده النبي يوسف عليه السلام لما فأول لقاء بينه وبين ملك مصر قال له ايه اول مثل كان وهو كان لسه طفل ساعته في حدود 12-13 سنة في الحدود دي فسألوا ملك مصر قال له ايه كيف ترى جلال وعظمة مصر فأمقيل له ايه بقى النبي يوسف التباهي في الفضائل في حضرة الكبائر مذموما لمجافاته الأدب لكني سأقول نزولا عند رغبة الملك إن جلال إن جلال وعظمة مصر تبعث على الحيرة إنها تذكرني بالشم من الجبال الراسيات وبالأطوال العظيمة ولكن لكنني أعتقد إن هضبة يكثر فوقها العشب لكني أعتقد إن هضبة يكثر فوقها العشب خير من جبل عال أجرد ونباته ونبات الأرض تأكله الأباعر تخيلوا طيب سؤال أمسأله سؤال قال له حقا ترى سطوة مصر وعظمتها بمنزلة الشم من الجبال الراسيات قال له كما قلت أيها الموقر كل ثباته بأدب قال له كما قلت أيها الموقر ولكن ولكن ما أجمل أن تسخر السطوة لإغافة البؤساء من الخلق فقال له أحسنت يا يوسف شوفوا قد إيه الشجاعة مؤدب وقال له في حضرة الملك وقال له كمان إن مش يعني غلط إن أنا صغير واتكلم في حضرتك بس مدام أنت عايز إن أنا أتكلم خلاص أنا أتكلم عشان نزولا لرغبة الملك ما قال لهش لرغبتك أو هي حاجة لأ كان بيد الناس برضو ما نزلهم النبي محمد كان بيعمل كده طيب تعالوا نشوف كمان حاجة في أو مثل صغير في الشجاعة الجسدية الشجاعة الجسدية المتنغمة مع الحكمة الشجاعة الجسدية المتنغمة مع الحكمة بتتمثل في إن راجل بيحمي أسرته بيته وأولاده لازم يكون حكيم وفي نفس الوقت عنده قوة بتتمثل في الجندي اللي واقف على الحدود بيحمي الوطن وبيحمي الشعب وبيحمي ممتلكاته هي دي الشجاعة الجسدية لازم تكون متنغمة بحكمة وهنا أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا ياريت نصحبها معانا في كل طريق حياتنا قول الإمام جعفر الصادق قال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله بعقبها يعني سمعت القرآن لأننا لما بنسمع القرآن بيطلى كأن الله بيتكلم لأن ده كلام ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل فسمعت الله بعقبها يقول فأنقبوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم تخيلوا تخيلوا بجد لما الواحد بيكون يمشي على القرآن اللي ربنا أنزله على صدر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال بيته الكرام ده الكاتالوج بتاعنا شوف الدنيا قد إيه كويسة وقد إيه أنت متطمن وقد إيه الخوف يروح من بالك ويروح من قلبك كمان عايز أقول حاجة كان فيه سؤال من الحلقة اللي فاتت حد سألوني كده تتمت حلقة الخوف خلصت فيه حاجة كمان عايز أتكلم فيها سؤال كان حد بيسألني بيقول لي إزاي أوثق في فكري وإزاي يكون عندي جراءة إن أنا أولد الأفكار أنا عايز أقول له هو ده اسمه العصف الذهني العصف الذهني هو إن أنت تفكر ويكون عندك جرأة على التفكير وما يعتمدش على كيفية التفكير يعتمد على كمية التفكير إنت عندك موضوع يستحله طلع له ست سبع حاجات مش مشكلة إنه هم صغيرين ولا قليلين ولا تصرف صغير ولا قليل طلع كتير عشان في الآخر هتاخد منهم حلين بس ومن الحلين هتاخد حل واحد بس دايما فكر وخلي عندك جرأة على التفكير وبعد ما تفكر ابقى استشير فيه لكن لما تستنى واحد ييجي يقول لك فكرة مش تعرف تفكر خالص لكن لما تدي نفسك الجرأة وتطلع أفكار دايما تطلع أفكار تطلع أفكار بيكون عندك القدرة على توليد الأفكار الثقة في الأفكار إن أنت تطلع الفكرة وتقول له إيه رأيك فيها وانت بتكلمه كل ثقة هو ممكن يطلع لك حاجات فيها عايز تتعدل وليس الفكرة كلها انت تطلع خمس ستة أفكار عشان تختار واحد منهم وهنا في نهاية حلقتنا أحب أقول ما تستسلمش هنا في نهاية حلقتنا أحب أقول ما تستسلمش إنك تعيش على هامش الحياة وإنما حط الخوف وعيش على قمة الحياة كل سنة وإنتم طيبين وفي الختام أحب أشكركم على حسن المتابعة وطيب المتابعة وإن شاء الله لو في أي استفسرات أو أي حاجة تابعونا على صفحة الفيسبوك رسالة حياة محمد حافظ أو الانستجرام أو الوصاب اللي بيظهر على الشاشة وإن شاء الله يعني نلقاكم يوم الأحد القادم الساعة تسعة طبتم وشكرا لطيب متابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة